الموديون 7 إثيرنت سويتشينج يعني هون عم بحكي بس نوع الكوننكتيفتي عم مستعملها إثيرنت وإثيرنت سويتشين هنشوف الستويتش كمان كيف تشتغل شو التكنيك اللي بتستعمله على لبل إثيرنت كأوبجيكتف هنشوف شكل الفرايم كيف بيصير شكله قريبا ما في شي كتير بيتغير بس كم فلاج الماك أدرس كمان هنشوف كيف شكله وشورة بريزنتشن تعيته لأنه كتير بيهمني الماك أدرس طبعا بالسويتش لما أحكي سويتش بيهمني الماك أدرس تايبل عنده وظيفة أساسية بالدسجين تعيت السويتش وطبعا شو المثل يلي بيستعملها السويتش من ناحية الستور ان فورورد أو الليرنين ان فورورد للفرايم اللي بيستقبلها السويتش سو ساكشن نمبر وان هنحكي على مثل ما نتلكون إيثيرنت لما هنحكي إيثيرنت شو البروتوكول بنستعمله؟ ايت أو تو دوت ثري هيدا معنات عم بياخد ويرد كونكشن ايت أو تو دوت ثري هادي ثري سولي ايت أو تو دوت ثو هي كونكشن للبوت قدي الماكسيموم باندلس إذا كان إيثيمات فاس إيثيمات جيجا إذا عشرة إذا تان ميجا ونحمر بميجا أو ألف جيجا كمان في حد من هون فهذه بقدر استفيد منا من الدوتا لين كلاير كمان حسنا؟ كإيثيرنت فريم يا شابب أول شي حنشوف الانترنال سركشر لإلو حنشوف الادرسين كيف يكون شكله أنا هيدا اللي بيهمني الصورس ماك والدستيناشن ماك آدرس أو الصورس ناك آدابتر والدستيناشن ناك آدابتر يلي عم بيستعملهم بالسيم نترك وأكيدة على لفل إيثيرنت فريم كمان في عنده أرور ديتكشن اسم الفلاق أرور ديتكشن اسمه فريم تشيك سيكونس هيدا ما نشوفه كمان بالترايلر بعض الأحيان بيصير في عندك بروبلم بالفريم ممكن يكون صار في عندك صار في عندك خاصة إذا مستعمل هاف دوبليكس ميديوم فمين بيشيق لك إذا صار فيه بروبلم بهذا الفريم الفريم بيقول لك إذا فيه أرور ولا لأ بيعمل ديتكت إذا فيه أرور ولا لأ فخلينا نشوف شكل الإيثيرنت فريم فحتلاحظ اللانس تقول الإيثيرنت فريم بيتراوح مينموم من سيكسي فور إلى سيكسي فور إلى سيكسي فور تقول الإيثيرنت فريم بيتراوح هيدا المكسيموم سايز وهيدا المنموم سايز هتلاحظ هون أول ايت بيتس اللي هن اللي كان اسمه بيتراوح هون صار بسمينه بيتراوح 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 إذا كان حجمه بيتراوح 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 ريبزنتيشن تعايتو يا شباب هي بالهجزا دااسمال مثل الطول الطول مكسي بيتراوح 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 اذا تضرب بيتراوح لأن كل بتراوح هو عبارة عن 4-bit بالبيناري. يطلع عندك 48 طوله 48. مثلا كيف ممكن نشوفها في بعض الكتب او بعض الـ operating systems. اذا كنت تطلق حدها 0x. ستطلق مثلا الـ value. معناتها هذا بالـ hexadecimal value. لان بعض الاحيان الواحد بضيع يفكرها هذه بالـ decimal لانه هذه صح بالـ decimal. لكن كيف عرفتوا بالـ hexadecimal؟ أضطت لي قبلها 0x. معناتها هذا بالـ value بالـ hexadecimal. او ممكن ببعض الكتب او بعض الناس يضعوا حرف الـ h بعد الـ value. كمان هذه الـ hexadecimal representation. اذا كنت تطلعت على الماك ادرس انا لأشوف كيف شكل الفورم من شو مقلف. كيف شكله. اتفقنا نحن هو عبارة عن 48 bits و 12 hexadecimal. اذا اجيب بدي فصله هلاحظ اذا بقسمه بالنص. كما شايفين هون. اذا اضطت لدي 6 ديجيت. هذا الـ OUI. Organizational Unique Identifier. يعني للشركة المصنعة. اذا انا عندي ناك ادابتر. او تيبي لينك. كل واحد عنده OUI مختلف. وعندك الـ Vendor Assigned. او اذا اريدك الـ ID. تقول هذا الـ Neck Adapter. ثاني part. ثاني 6. لكي اضطت لدي 6 بايت. او 12 hexadecimal digit. اذا اعطيكم مثال من عندي من الكمبيوتر. افتح CMD. اعمل IP config. طبعا لأشوف الماك ادرس بدي اضطيق الـ space slash all. فبتطلع على الـ physical address هون. هو هده الماك ادرس. اذا بتطلع على كم ديجيت. اذا بعدهم. بيطلعهم هي 12 ديجيت. 12 hexadecimal digit. ثم بالنص هيك. اول ثلاثة OUI. اللي هن 10-08-B1. طبعا هي related لشركة ReelTech. وتاني. ثلاثة OUI. او 6 hexadecimal digit. 6 hexadecimal digit. vendor assigned. او اذا بدكم ID تعول هالانترفيس. هيك مقصة. يعني اذا بشوف ReelTech adapter ثاني. اكيدة. اذا من نفس الشركة. هؤلاء الثلاثة يكونوا مثل بعض. ما يتغير. ما يستفيد بالنصة للآدرس. بالframe processing. يعني انا اذا كان عندي كمبيوتر. على الناتورك. مثلا في عندي. مثلا في عندي. اذا لم يتغير لها بيعملوا discard. بسيطة. 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 بيخدع من الناتور. بيطلع على الرام. على الميموري. بيشيك ضغري. اذا هذا destination MAC لها. بيعمل لها processing. ليس لها. بيعمل لها discard. וא� after. أو انا توقفهم. أنواع الخادل. بالدستينايشن MAC. مثل ما أخذناهم بالشابتر حيث هو 1 أو 2. في عندي 3 امرة. هناك عندي unicast. ما يعني unicast. يعني الموجودة ستكون 1 to 1. عندي source host. وبالدستينايشن host. بيكون leit. مثل ما شايفين هون هيدا الماك ادرس هو الماك تعول هيدا السيرفر فهيدا ترانسميشن بنسميها يونيكاست ترانسميشن او كي او يونيكاست ماك ادرس منشوف هيدا الماك كيف نتعلمه كيف نعرف الماك ادرس تعول اه سيرفر او اه ادرس ريزوليوشن بروتكول او ارد وعندي ترانسميشن كمان اخدناها اللي هي بروتكاست معك ادرس يعني انا بدي ابعث فريم بدي ابعثها لكل الهوست كل اليوزر فكيف يكون شكل الادرس كله كل الكونة يعني فافا اف 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 بيتها نسميه بروتكاست ادرس ماتس النوع الثالث في الترانسميشن هي المالتيكاست ماتس اللي هو يكون عبارة عن يعني مشكل لون وان استعملها فيه اكبر بنشوفهم بالنتروك يستعملوا هالطايف آدرس For example مثل الادرس 33-33 هذا يستعمل as a multi-cast or reserved As a multi-cast as for IPv6 for IPv4-01005E إذا تلاحظه هنا يبدأ هنا ثلاثة ديجيتس يعني هذا الادرس فمن هون طالما عرفنا ما هو وظيفته وما هو أهميته وكيف شكله فلا نرى ما هو أهميت الماكدرس تابل التي نرى أنه كان بالكمبيوتر أو بالسويتش على سويتش لأن السويتش تعتبر as a layer 2 device يعني لما أقول layer 2 device يعني تشتغل على data link layer لما أقول لك data link layer يعني على physical address فهيلي خلاص لازم نلقاطها دغري على السريف أهم بارت بالسويتش أو element لحتى تاخد decision هو الماك address table أو بعض الأحيان منسميه cam table addressable او content addressable memory أنا بقلب هيدا تابل بيكون في عندي الماك ادرسات لكل الهوصل على السويتش من خلالهم بقدر أنا أخذ decision إذا بعمل forward لهون على port معين أو بعمل forward للكل أو ما بعمل forward ما بعمل على ماك ادرسات لكل الهوصل ويقول لي كيف تتعلم سويتش هذا البروصيس ففي عندها 2 ميكانيزم أول ميكانيزم اسمه learn وثاني ميكانيزم اسمه forward يعني learning a forward يعني أنا اي host عم يبعث frame يكون هو source أول شغلة بدي اتعلم الماك ادرس على هيدا السورس فياخده وبسقطه بالماك ادرس تايل هاي اول step بالlearning اوكي وهذا الماك ادرس بيضله موجود بالتابل تقريبا by default up to five minutes كل ما هو عم بيعمل transmission بيضله موجود إذا مرأ خمس five minutes ومع بيعمل transmission بيعمله clear من التابل ولأقلا التابل بيفول دغري step التاني لي ال forward أنا عرفت السورس من هو بدي أعرف destination لأيخد decision طريقة ال forward كيف كمان بتطلع بالتابل اذا عندي destination mark موجود بالتابل بيكون مربوط معمل له point مع اي port بيعمل forward اذا اول مرة بعمل transmission مع hack mark address ما منه موجود له record بالتابل فاول شغلة بيعمل بتعملها switch بتعمل floating مثل broadcast اذا بدكن frame على كل البورتات ما عدا البورت اللي اجا منه تبع بتقول مين هدا طبعا using the art بعدين ما نشوفها مين المات مادرس ساعته اللي هي محطوطها بال destination يرد علي اي بيته او يرد علي من اي port تبعدي بعمل له point باية port هو موصول على switch ولاتر اسم مان يعمل forward directly على هذا البورت خليلي انا نشوفش example هذا مثال. خلال هذه الهوست اي عم بيحكي مع هوست بي. واذا بتلاحظ السورس ماك هو الماك تعالي الهوست اي والدستيناشن ماك الماك تعالي الهوست بي. فمجرد ما وصلت الفريم على الهوست. الفريم تتطلع بالماك ادرس تيبل تعالي. هتلاحظ هيدا البورت او هيدا الماك بايندد مع بورت رقم واحد. رقم واحد. والدستيناشن ماك زيرو زيرو دي بايندد مع بورت رقم فورت. فدائريك لهذا شو يعمل? يعملها فورورد من هيدا المايلة. يروح بيبعط الترافيك بيمرقها من البورت رقم اربع. تمام? قلت لكم الا ازا ما كان موجود الماك ادرس بيضطر يعمل الفريم على كل البورتات. طي يقدر يعرف اي كومبيوتر موصول بايا بورت. هذا كان ميكانيزم. وبذلك ايضا ايضا نأخذ شابتر ريليتد للسويتشينج من ناحية الماك ادرس بموديول اوسع. بتخيل انت هاي التكنيك 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 على كل فريم. هل فيه تكنيك بيسرع او اسرع من التاني اللي حتى نصرع الفريم. طبعا في عندك سويتش بتستخدم او كاتفرو سويتشينج. يعني انا الفريم لما بياخد طارق من هيدا الفريم. ميليموم على القليل يكون عندي لحتى اعمل الدسيجن طاول. طبعا فوق بدك تسايد يعني بده ياخد وقت اكتر. طبعا الكاتفرو بيكون اسرع من الميكانيزم الفواني. يعني بيز انت شو بتحب ايا ايا نوع. طبعا او حسب الابليكيشن اللي انت عم استعمالها. حتى بالكاتفرو سويتشينج فيه تو تكنيك. تو فرييشن. الفاست فورورد وفيه الفراجمنت فريي سويتشينج. هلهم قال لك حتى حتى انه اضمن ما يصير فيه كوليجن. قال لك هيتا نستخدم الفراجمنت فريي سويتشينج. اللي هي اول ما يستقبل سيكسلي فور بايت متل ما شفتنا بالسائزة على الفريم. ساعتا بيضمع انه ما فيه كوليجن. ساعتا بيعمل الدسيجن تعييته الميكانيزم لا ياخد قرار اذا بيعمل فورورد من اي فور. الفاست فورورد لا. هذه حسب الابليكيشن. عندك ما بده يكون فيها ديلي. وإلا خلاص. اول ما شوف الدسينيشن مع ادرس. بعمل فورورد. لانه الابليكيشن عندما يستعملها تكون تطلب منكم فيها ليتنسي او ديلي. ميموري بوفرينج اون سويتش. قال في ميموري بتستخدم بسويتش طبعا خاصة اذا كان فيه عنده يعني فيه لود على هذا البورت او السويتش. فيه ترافي كتير عالي وصار فيه ديلي. تخيل انت عندك مثل كيو. وصار فيه وقفين بالكيو شيء set of الفريمز. وكل واحد ما تردوره لا يمره. لا ياخد الدسيجين ويمره. ففيه مثل تستخدم على لفل بوفرينج. يا اما بتستعمل بورت بيز ميموري. انه كل بورت بقلب السويتش. بتاعتيه ميموري خاصة فيها. ممكن صار فيه كونجشن يتعامل معها. او ممكن تتعمل شيرد ميموري لالاوفر اول سويتش. تقدر تتعامل مع كل الفريم من كل البورتات. اذا شيرد ميموري. حسب اذا كان في عندك كونجشن بالنتوج. او او عنhood تعمل للبورت على الهدف. هناك. او اعطاني دوبلكس و الهندف. يعني او الهندفز. انترفيس على الهدف. انترفيس على الهدف. احتجي احدده ما هيامو دوبلكس مود او الافورت. او الفل لقد ايمكن على ماذا يقوم بعمل معظم الابليكيشن المستعمل ومعظم النتوورك المستعمل فيها في فل دوبليك اوكي يعني نانيتوا بيقدروا يبعثوا at the same time. سبيد الصرعة يعني انا كمان عندي لينك بالتام بورت هون كمان بدي يكون نفس سبيد اذا هيدا 100 ميجا اذا هيدا يكون 100 ميجا ولا بصير في عندك مثل ما هون شايفين بالإكزامبل واحد معمول فل دوبليكس هيدا البورت فل دوبليكس وهيدا البورت هف دوبليكس صار في عندك صار في عندك صار في عندك ديس كونككتيفتي فهي تعملك بروبلم فكثرة بالشوتينج بروسس لازم يكونوا نفس المون اذا بدنا عم بحكي سويتش طبعا هيدا بعملها فل دوبليكس وروح بزبطها بعملها فل دوبليكس فعندي تكنيك جديد ما له يعني ما له ما انه قديم كتير يعني تعريبا اسمه اوتو ام دي اي اكس هيدا على لفل الفيزيكال كونكشن اذا انت عم توصل او تو دي بايسز بكابل واخترت الطايب الغلط يعني بدان ما تحط ستريت حطات كروس او بالعكس بدان ما تحط كروس حطات ستريت في عندك تكنيك اسمه اوتو ام دي اي اكس اللي هي اوتوماتيك ميديوم هيدا بلشت هيدا الفيتشر تقريبا بالاي او اس ريليز 12.2 وطلوع يعني اذا انت حتى لو وصلت تو سويتش بستريت ثرو كيبل بيمشي الحال بيشتغلوا لحاله هيدا الاي او اس بيضبط لك البنات بيشغلهم از كأنه كروس اوبر اكيد يعني بكرا ما اجيكم عليها باللاب كيف منعمل الانترفيس يشتغل ام دي اي اكس اوتو وهيك منكون خلصنا موديول نمبر سفن ايسترنت سويتشين انز حاله حلوالي وانشرف作 lavoro هيدا الموت الموت